اهلا وسهلا مرحبا بكم على فيديو جديد ووصفة جديدة لمن شاء الله سنشارك معكم احسن وصفة ممكن تجربوها في الدار الكريم كراميل سهلة وكيجي لديد بثاف بلا فران ممكن تحضروها كده مع عائلتكم او الضيوف ديانكم غادي حمر لكم وشاهكم فاسبعوا معي الفيديو باش تشوفوا المقادر وطريقة تحضير فورجة ممتعة فاول حاجة غادي نوجد الكراميل غادي نحتاج واحد كأس إلا ربع منص كار فاولا سطل معالك كبار نديروهم هاكدا في واحد المقلاس ونديروهم على نار مهيلا ما تشايدوش عليهم نار باش ما كيتحرقش لكم السكر وما كتحركوش هاد السكر يعني في الاول خليو حتى كيدوب هاكدا الكراميل فجنا بعد كتدوكا تحركو باش كيدوب هاكدا السكر كامل هاكدا تماما بعد ما كيدوب فاكيكون هاكدا الكراميل عدنا واجد كناخدوه مباشرة كتفرغو في القلب اللي بغيتو قلب هاكدا ديال الفلو ممكن استعملوا قلب ديال الكيك قلب هاكدا ديال الزاج قلب ديال سيليكون اي قلب بغيتو وكتكونوا صراع في هاد المرحلة وما سقيسوش باديكم حتيش كيكون سخون بزاف كنخليه جانبا غدي ناخد واحد الإناء ندير فيه بيضة ندير فيه واحد كأس إلا ربع من سكر ولا واحد سطل معالك كبر والسكر كيبقى لحسب الضوغ ممكن استعملوا اقل ولا اكثر اللي حسب حلاوة اللي كيس بغيو وغادي نطرب هاكدا ونحرك هاكدا بيضاوي مزيان من بعد غادي نضيف لهم واحد لازة العولاب من فلون اي ديال هدا حجم صغير اللون دياله كيكون ازرق يعني هدا ما كيكونش فيه السكر هدا لسه منا سكر وغادي نحرك هاكدا مزيان من بعد غادي ناخد الحليب حليب يعني بارد غادي ناخد لتر من الحليب كنضيفه بالتدريج شوية بشوية وحنا نحركه في هاد الخالط من بعد غادي ناخد هاد الخالط وغادي نفرغه في كاسرون كناخدوا هاد الكاسرون ووضعها على النار نار يعني اللي تكون مهيلة ما تجاهدوش عليها باش ما كيتحرقش ليكم كاسقوك تحركوه هاكدا مرة مرة حتى كيغلاليكم هاد الفلون هادا من بعد في الاخير ضفت واحد الكيس هاكدا من سكر فاني وكنصفيه مباشرة ف هاد القالب اللي غادي نستعمله من بعد كنخليها هاكدا فوق سطح العمل حتى كيدفاليه كتدخلوه تلاجه وكتخليوه حتى كيبرد تماما وكنتو زربانين فممكن نديروه في المجمد ولكن ما كتخليوه حتى كيجمد يعني غير كيبرد وكتحيدوه هلا عندكم الوقت تخليوه في تلاجه حتى كيبرد هنا يا بعد ما نضغيت هاكدا نقدموه قلبتوه يعني كيتخلب لكم هاكدا بسهوله تزين كيبقى اختياري ممكن تخليوه غير هاكدا انا زينت بلوز افلي اللي حمرته شوية وكنقدموه مباشرة كيكون هادا والكريم كراميل اللي شاركتو معاكم صراحة هاد الوصفه هادي وصفه ناجحه بزاف غير جربوها بالنسبة للبيض فما كيكونش فيه المدق ديال البيض نهائيا يعني ليداقوره ما كيعرفش فيه البيض وطريقة جالوز سهلة بزاف هاد الفلون لهاد الكريم كراميل كيجيش هاد دراسو يعني ما كيجيش هاكدا كيف كنعرفوه داك القوام ديال الفلون كيف كيكون هادا كيجيش هاد دراسو وفي ناصل الوقت كيجي مهوي وكريمي هنا قطعتوه معاكم باش كتشوفو هاكدا القوام ديالو كيف كيجي فكنتمنى انا الوصفاتنا لإعجابكم وتجربوها لانها اكيد غادي تعجبكم ممكن تديرو هاكدا فقوال بفردية ولا هاكدا حجم عائلي يعني اللي بغيتو فإلا عجبكم فيديو ما تنساوش تديرو لي يا جيم تباق تعجيو الفيديو مع استرقائكم ولكنتو جداد في القناة فما تبخلوش علي بالشراك وتفعلو زل الجرس هاكدا باش غادي بقا ويوصلكم جديد الوصفات وجديد الفيديوهات اللي كانشارك معاكم وما كيبقا ليا غي نقول لكم تلقا في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير اشتركوا في القناة